اشتركوا في القناة الاخيرة ليس نزاعا عشائريا وانما خلاف سبب ديون ومبالغ مالية نتج عنها للأسف قتل اربعة اشخاص رحمهم الله بينهم مختار المنطقة وامرأة وجرح اثنين اخرين كمعلومات اولية واضفت ان الاجهزة الامنية ما تزال في محل الحادث وتستكمل اجراءاتها القانونية لحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله السلام اعزائي المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم اشكركم على حسن المتابعة وارجو منكم الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو دمتم سالمين والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته